ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك يبدو أن هذا هو مجمل ما توصل إليه الفلسطينيون من تجربتهم الطويلة مع الخزلان العربي والتحايل الدولي بمواقفهم حيال القضية التي تعتبر بلا منازع القضية الأولى عربيا وعالميا في ظل جبروت صهيوني أعمى وتطرف بالتعامل مع كل ما هو فلسطيني أو إسلامي باب الرحمة التاريخي الواقع في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى وإلى الشرق من مصلى قبة الصخرة والمحاط بمكبرة باب الرحمة التي تضم في ترابها إرثا عربيا وإسلاميا متراميا في القدم فتحه الفلسطينيون بعد إغلاقه من قبل الاحتلال الصهيوني منذ ستة عشر عاما ليدخله آلاف المصلين لأول مرة منذ العام 2003 فتح الباب سبقته دعوات وجهتها العديد من المؤسسات والشخصيات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والاعتصام عند باب الرحمة لإجبار الجيش الصهيوني على فتح المبنى المغلق ما حدا بحكومة الاحتلال إلى وصف تلك الدعوات بالتحريضية ومن ثم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى البلدة القديمة في القدس ومحيط المسجد الأقصى بالتزامن مع اعتقال عشرات الفلسطينيين والتهديد باعتقال المزيد ووسط هذا الخناق الذي يعيشه شعب أريد له أن يكون أعزل تقف الدول العربية بجيوشها الجرارة وإمكانياتها الاقتصادية والديبلوماسية مكتوفة الأيدي مكبلة الإرادة إلا من بضع تصريحات خجولة هنا أو هناك يتغنى بها على شاشات التلفاز أحيانا فهل سيكون فتح باب الرحمة باباً لمواقف عربية جدية وجريئة تحذو حذو الشعب الأعزل في الكفاح والنضال فتغير الحال وتحيي الآمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر